كنت سألعوي أكيد عندك تقوله كتير عن الفترة الثالثة والرابعة خاصة أن الثالثة والرابعة نادي أهلي كذباً فيه أنا عايز أقول مبروك لنادي الاتحاد طبعاً وهارد لك نادي الأهلي أعمل شوط ثالث ورابع من أرواح ممكن أعمل رومينتادة عالية جداً جداً أدري أعوض فرق ديسكور اللي كان كبير في الفترة الثالثة والفترة الرابعة أعتقد حسن جداً دفاعاً وهجوماً ظهر التعاون واضح في الدفاع ظهر التعاون واضح في الهجوم اللعبة بقى فيه ريباوند فيه جاري في الخطوط بتاعتهم تغير الأداء ما بين الشوط الأولاني والثاني والثالث والرابع بصراحة النادي الأهلي تفوق على نفسه في الشوطين الثالث والرابع النادي الاتحاد أقدم مباراة جيدة جداً منذ البداية فرض أسلوبه في الأول والثاني ثم النادي الأهلي فرض أسلوبه في الثالث والرابع كانت مباراة كبيرة ما بين الكوتشين أحمد عمر والمدرب الأهلي مصر وسطي بوش أعتقد أن المباراة دي ممكن يبقى يتبني عليها يتبني عليها حاجات كتيرة احنا شفنا فيه فرصة أخذها بعض الناشئين النهاردة هيبقى من عودة بعد الإصابة كانت عودة جيدة لكن مازال موضوع الفاول شوتينج وموضوع الرباوند اللي احنا قلنا عليه هو النقطة الأساسية اللي لازم نتحرك فيها